أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعض لا تستبطئ من الله حصول النوال ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال ايه الكلام ده تمش كلام لكلام الصلاحين وكلام الكبار يقولون في الحكم لا تستبطئ من الله النوال ما تستبطئش استجابة الدعاء استبطئ أنت من نفسك حسنا الإقبال ما هو احنا عبد في عبد الخير وفي عبد السوء عارف عبد السوء يعمل ايه يدعو عند الازمة يدعو فاذا ولت الازمة بطل ايدي صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما يقضي الأمر لا صلى ولا صلى السكينة والأدب ينزل على أولادنا يا ابن امتحانات يا سلام ونجم في مساجد عندنا ويقبل إليه يقبل إليه يقبل إليه سيدنا الشيخ عندي كيميا الساعة تسعة بكرة عندي فيزيا الساعة أربعة لا إله إلا الله حاضر يا ابن وإذا ظهرت النتيجة ونجح مش ده الشيخ عمر ده كان لا إله إلا الله يا ابن إلا كنا بن دعيي لك بالخير لا يحاول ولا نسيت الوزن فالعبد ساعة الازمة يا سلام قالوا لو أن لك ابن وحيد ودخل غرفة العمليات عشان يعمل عملية جراحية خطيرة في المخ ولا في القلب ولا سبحان الله وانت جاعد انت وأمه تدعون الله خارج غرفة العمليات الدعاء ده يبقى بإلحاح ولا دعاء الكذبين أكيد بإلحاح أنا عايز تدعو مع الله بهذا الاستمرار بهذه الطريقة في أي دعاء في أي دعاء بس في نقطة قل قبل الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله العليل أعلى الوهاب أثني على ثم صلي على رسول الله ثم ادعو بمشير ثم صلي على رسول الله الصلاتان مقبولتان بإذن الله والله أكرم من أن يدعى ما بينهما ولذلك انت بس ادعو لأنك تعلم يقينا أن الله سوف يسجيب لا تستبطئ من الله النوال ولكن استبطئ من نفسك عدم وجود الإقبال انت مش مقبل على الله الله هو ليه ساعات التنزل كلنا نيمين ساعات التنزل الإداهي ده بالتلت الأقير من الليل فرضا جدنا الفجر مثلا الساعة خمسة من اتنين لخمسة دي يا الله دعاء السحر سهام القدر ليه ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول ألا من مستغفر فاهمنا ألا من داع فاستجيب ألا من كذا ألا من كذا طب لنسي بالفرض دي ما بين الأذن والإقامة الإجابة هات الأطفال بتوع العيلة بتوع الأسرة وقعاتهم يقولوا أم من ورايا كان فيه راجل اسمه أبو أيوب السختياني من أحد الصالحين العلماء الأولياء في مصر قالوا يمكن الرابع الهجل يا الله أبو أيوب كان له جار سيء الملكة لا يصلي في مسجد ولا غيره ما يرى عليه الصلاح أبدا مات هذا الجار قالوا أبو أيوب تعالى صلي عليه قالوا والله أنا ما شفت ولا مرة يصلي في المسجد أبا قال يعني أغف صلي على الراجل واغتابه وميت أنا بنا أصلي أحدكم دفن الراجل بعد أن صلوا عليه وأبو أيوب لم يذهب فجال أبو أيوب في الرؤية اسمع الكلام أبو أيوب رأاه يرتع في الجنة لا إله إلا الله قال ما الذي أوصلك إلى هذا المكان فابتسم قائلا يا أبو أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكت خشلة الإنفاق وكان الإنسان قطورا استيقظ أبو أيوب قال زوجته روح يسألي زوجة المتوفة قولها بالله عليك زوجك كم يعملي في الخفاء قال الله ما كان يصنع شيئا إلا أنه كل ليلة جمعة يجمع صبايا الحي يتام الحي يجيب اليتامة اللي في المنطقة ويطعمهم بيده ويمسع على رؤوسهم ويقول استغفروا لأبيكم لعمكم عسى أن يتوب الله عليه أنت لا تعرفش الخير منين ولا تعرف الخير فين ولا تعرف بوابة الخير فين أنت بالذات اطلق الباب لا تسأل أو يعني لا تستططئ حصول النوال ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال شوف الهدهد دع الله في الرخاء فرب العبادة ذكره في الشدة لما دع الله في الرخاء قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض فربنا نجاه من سليمان لو أعذبنا أذبحنا أو لو أعذبنا أعذبا شديدا أو أعذبه أو أذبحه أو لا يأتي أني بسلطان مبين سبحان الله فنجاه الله في الشدة فأنت عبد الله لا تستططئ من الله النوال وانتظر الفرج نوع من العبادة يمكن ربنا لما نحقق لك طلبك الآن يكون فيه هلاكك ياما فيه ناس سبحان الله تعبت وبني البيوت ولم تسكنها فانت اتق الله واستبط من نفسك أنت أنك تباطعت في أن يحدث النوال منك واذكر الله في الرخاء يعرفك في الشدة وتعرف إلى الله في الصحة يعرفك في المرض وتقرب إلى الله في الصغر لا ينساك رب العباد في الكبر إن الله سبحانه وتعالى كتب على نفس الإحسان في كل شيء فأنت أحسن إلى نفسك حتى يحسن الله إليك وانصر الله ينصرك واستعن بالله يعنك وتوكر على الحي الذي لا يموت اللهم اجعلنا من المتوكرين وصلى الله على سيدنا محمد وإليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نور الرحمن نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحسود إيمانيات في القرآن ذكرها تستهو الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرطوان وعليه الخير هناك يعود هناك يعود